مشاهدين أهلا بكم من جديد تحتفي المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل اليوم بالذكرى الأولى للاتفاق الثلاثي المواقع في 22 دجمبر 20 و 2000 بالرباط والذي فتح سبيل أمام تعاون مثمر ذي آفاق وعيدة بالنسبة للدول الثلاث السنة الأولى لهذا الاتفاق الذي وثق لاستئناف العلاقات بين المغرب ودولة إسرائيل وثق تحقيق منجزات مهمة تميزت بتوطيض روابط على المستويين الثنائي وثلاثي الأطراف في مختلف المجالات سياسيا وديبلوماسيا واقتصاديا لتسليط الضوء على هذا الاتفاق الثلاثي في ذكره الأولى يسعدنا أن نستضيف معنا في الستوديو الخبير في العلاقات الدولية الأستاذ الحسن قرطيط أهلا وسهلا بك أهلا وسهلا شكرا على الاستضافة أهلا وسهلا إذن السنة الأولى مرت على توقيع الاتفاق الثلاثي المغرب الإسرائيلي الأمريكي الذي بدأ بتغريدة ثم ببيان رسمي ليشمل اليوم التعاول في مجالات مختلفة بالنظر إلى كل ما تحقق على مدار هذه السنة نود أن نتحدث عن سياق هذا الاتفاق السياق على مستوى المغرب وكذلك على المستوى الدولي ثم تجلية نجاح هذا الاتفاق اليوم فيما يتعلق بالاتفاق نحن الآن كما قلت على أن نستد الدكرة السنوية لميلاد هذا الاتفاق هذا الاتفاق الثلاثي بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل والمغرب ما أريد قوله في البداية هو أن هذا الاتفاق هو مصلحة استراتيجية بنسبة للدول الثلاث وكما قلت في السنة الماضية لإحدى القنوات على أن الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء هو مصلحة أمريكية أقول الآن على أنه هو مصلحة استراتيجية لهذه الدول الثلاث على اعتبار أن بالنسبة فيما يتعلق بالولايات المتحدة الأمريكية ينبغي القول على أن هذا الاتفاق يأتي في سياق تاريخي مميز جدا على اعتبار أن كما تعرفون على أن السياسة الخارجية الأمريكية تعرف تطور وفق تحولات الجيوسياسية والجيوسراتيجية والجيو اقتصادية التي يعرفها العالم بشكل عام تجيب الإشارة إلى أن السياسة الخارجية حصل في مرحلة معينة حصل هناك إعادة تموضع للسياسة الخارجية فيما يتعلق بالنقطة التقل أو مركز التقل لهذه السياسة تعرفون على أن الشرق الأوسط هو كان مركز التقل بالنسبة للسياسة الخارجية الأمريكية منذ اتفاق كوينسي 1945 إلى حدود بداية الألفية كذلك تجيب الإشارة إلى أن تركيز القوات الأمريكية كان في منطقة الشرق الأوسط وفي الخليج العربي الفارسي إعادة تموضع هذه بدأت كانت بدايتها في أواخر التسعينات ومع بداية الألفية خصوصا بعد البروز المفاجئ لقوة الصين الهائلة لقوة الصين الكبرى كذلك من خلال الطفرة التي حققتها اقتصادات دول آسيا وبالتالي كان الحديث وأتذكر هنا حديث لكاتبة الدولة أنا ذاك هيلاري كلينطون في ندوخ بخصوص القمة آسيا للأمن وتحدثت أمام وزراء الدفاع عن المعطيات الواقعية الشاملة الجديدة التي يعرفها العالم كذلك تجيب الإشارة على أن كانت هناك إشارة مهمة جدا مع بداية الألفية وكانت هناك مؤشرات على أن سيكون هناك في مرحلة معينة إعادة تموضع للقوات الأمريكية وإعادة التركيز والذهاب نحو الشرق الأقصى وهو مصلحة قومية أنا ذاك مهمة مصلحة قومية تفرضها يفرضها ما يسمى أنا ذاك وكان الحديث بدأ الحديث على ما يمكن أن نسميه بالخطر الأصفر القادم من شرق آسيا كذلك كانت هناك كتابات لمنظر السياسة الخارجية الذي جاء بعدها هنري كيسينجر ألا لو هو بريزينسكي في كتابه الشهير لغون تشيكي ديال 1997 والذي تحدث على أن الولايات المتحدة ينبغي أن تتمركز في تخوم آسيا لمنع أي تحالف بين إيران وبين الصين وروسيا وهو ما حدث خلال السنوات الأخيرة وتطور بشكل كبير بين هذه الدول كذلك توجت هذه الأفكار بإعلان الأمة بخطاب الأمة الذي ألقاه باراك أوباما في 2006 الذي تحدث عن أولويتين جديدتين مهمتين ستؤتران على السياسة الخارجية الأمريكية تحدث على نقل 60% من القوات الأمريكية نحو آسيا وتحدث على أن مركز التقل للسياسة الخارجية سيكون شرق آسيا هذه تعتبر بطبيعة الحال أحد نتائج هذه إعادة التموضع هو بداية الحديث على الانسحاب الأمريكي من الشرق الأوسط بطبيعة الحال هنا تأتي التفاقات التي ستبرمها الإدارة الأمريكية في عهد دونالد ترامب هذه الاتفاقات هو لتسهيل عملية إعادة التموضع على المستوى السياسة الخارجية لأن هذا الانسحاب سيكون له نتائج على المستوى المدى المتوسط والمدى استراتيجي هو مصلحة أمريكية هذه الاتفاقات بمعنى توقيعها الاتفاقية مع المغرب ومع الدول الخليج هو لتعزيز قوتها الاقتصادية وقوتها السياسية اليوم نحن في هذه الذكرى السنوية الأولى لتوقيع هذا الاتفاق الثلاثي ما الذي تحقق على أرض الواقع من هذا الاتفاق والمبادئ الأساسية المواجهة له لذلك كنت في إطار الإجابة على هذا السؤال لأن النشق الثاني من هذا هو ما يتعلق بالمصلحة المغرب بطبيعة الحال السياق بالنسبة للمغرب الذي يقدم نفسه الذي أصبح قوة صاعدة على المستوى المنطقة الدبلوماسية الجديدة للمغرب اشتغلت وتشتغل على صناعة الأمن ما يمكن أن أسميه بالأمن القومي للمغرب وإن كان هناك تعسف الحديث على الأمن القومي للمغرب ولكن أن المغرب أصبح يشكل قوة اقتصادية صاعدة في المنطقة المغرب هو قوة إقليمية ووازنة أصبح المغرب مهتم جدا بإرساء الأمن والسلم على المستوى الإقليمي وفي ظل تحولات الجيوسياسية دوليا وإقليميا في ظل توافض قوة صاعدة نحو إفريقيا في ظل توافض قوة دولية نحو إفريقيا المغرب اشتغل لهم مصلحة استراتيجية في إبرام هذا الاتفاق مع الولايات المتحدة لأنه سيستفيد فيه المغرب على المستوى الأمني وعلى المستوى العسكري وأنتم لاحظتم كيف أجرى المناورات التي أصبحت سنوية المناورات الأسد الإفريقي لتعزيز مكانة المغرب على المستوى الإفريقي تتبعتم تقرير الأخير لوزارة الخارجية الأمريكية بخصوص دور المغرب المحوري في محاربة الإهراب تتبعتم كيف المغرب أصبح يشكل جريبة فيما يتعلق بمحاربة الإرهاب أصبح الآن المغرب في أجندة الدول العالمية وفي أجندة الدول الإقليمية الصاعدة لذلك فالمغرب الآن يشكل بالنظر بطبيعة الحال لموقعه الجيوسياسي كونه بوابة إفريقيا وكونه يتواجد على المستوى جنوب أوروبا لذلك أعتقد بأن مصلحة المغرب كدولة صاعدة هو في جلب استثمارات كبرى لدول كبيرة في هذا الإطار والجانب الاقتصادي اليوم العلاقات المغربية الإسرائيلية هذا الزخم في العلاقات باعتقادك هذا الاتفاق الثلاثي هل يفتح أفاق اقتصادية بين البلدين في أن يستفيد المغرب من الخبرة الإسرائيلية في مجالات متعددة من نقل الخبرة في المجال التكنولوجي ينبغي القول نحن على كما قلت أن السنة بعد هذا الاتفاق أن هناك استثمارات كبرى هناك استثمارات كبرى متروحة على الطاولة وإذا نلاحظتم على أن في الإعلان وزير الخارجي الأمريكي بلينكن فيما يتعلق بالاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء هناك إعلان بأن الولايات المتحدة ستقدم مشاريع ستستمر في مدن المملكة الجنوبية بمعنى أن هناك مشاريع متروحة الآن على الطاولة مشاريع مراقبة بخصوص هذه المنطقة فيما يتعلق بالعلاقة مع إسرائيل ينبغي القول على أننا نتحدث عن دولة قوية على المستوى تقنيات الريع على المستوى تكنولوجيا المياع على المستوى الطاقة المتجددة هناك الآن تعاون قوي على المستوى العسكري وينبغي الحديث عنه بوضوح هناك الآن مشاريع صناعية ذات طابع عسكري بين إسرائيل وبين المغرب هناك أهم ما يمكن أن يسهله هذا الاتفاق بين المغرب وبين إسرائيل نحن نتحدث عن دولة فيها مليون إسرائيلي من أصول مغربية هؤلاء يحملون الوطنية لانتماء للمغرب وأعتقد بأن كان له مندور كبير في دفع الدولة الإسرائيلية إلى إبرام هذا الاتفاق الاستراتيجي والذي يشكل بالنسبة للإسرائيل كذلك مصلحة استراتيجية على اعتبار أن المغرب يشكل نافذ على المحيط الأطلسي وأن المغرب بمقاولاته هو حاضر على المستوى الإفريقي هناك استثمارات كبيرة للمغرب على المستوى الدول الإفريقية سواء فيما يتعلق بالقطاع البنكي أو فيما يتعلق بقطاع النقل أو فيما يتعلق بالتصنيع الزراعي لذلك أعتقد بأننا الآن نجني تمار هذا الاتفاق على المستوى الاستراتيجي على المستوى الجيوسياسي أن هذه الاتفاقات تعزز مكانة المغرب على المستوى المنطقة باعتباره يشكل نموذج اقتصادي يحتدى به لأن دعيني أقول على أن الولايات المتحدة في إبرام هالاتفاقات ترعي شرطين أساسيين وهما مهمين جدا أحد هذه الشروط هو بطبيعة الحال الموقع الجيوسياسي للدولة والمغرب يتمتع بهذا الموقع والحمد لله كذلك نقطة مهمة جدا هو طبيعة الشريك نحن طبيعة الشريك بمعنى النظام السياسي داخل هذا البلد وتعرفون على أن المغرب يوفر عامل استقرار وهو مهم جدا كذلك أنه يوفر أنه الدولة التي حققت إصلاحات كبيرة على المستوى دمقراطة الدولة ودمقراطة المجتمع المغرب يشكل نموذج على المستوى القيم من خلال تقيعه على كل اتفاقيات الدولية من الإعلان العالمي مرورا بالعهدين حول الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية لسنة 1965 سواء ما يتعلق كذلك بما يتعلق بوضعية المرأة إلى غذلك لذلك أخلاقيا يشكل المغريب لا يحرج نهائيا الولايات المتحدة فيما يتعلق بهذا الاتفاق بل العكس من ذلك يشكل هذه النقطة هذه مهمة جدا ترتكز عليها الولايات المتحدة في إبرام اتفاقاتها خصوصا التي تأخذ طبع استراتيجي لذلك أعتقد نعم في هذا الإطار وأنت تتحدث عن الولايات المتحدة الأمريكية الاحتفاء اليوم بهذا بالذكرى الأولى لتوقيع هذا الاتفاق الثلاثي وطبعا يذكرنا بالموقف الأمريكي من مغربية الصحراء الذي لم يتغير طبعا بالمتغيرات السياسية التي وقعت في الولايات المتحدة وهو ربما ما حطم أوهام البعض الذين كانوا يعتقدون بأن الموقف الأمريكي يمكن أن يتغير من هذا الموقف في هذا الإطار باعتقادي كيف يمكن لهذا الاتفاق أن يعزز الشراكة الاستراتيجية بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية؟ تجيب الإشارة على أن فيما يتعلق بالاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء الذي يشكل ثابت الآن على المستوى الجغرافية السياسية الأمريكية سواء تعلق الأمر بالنسبة الجمهوريين أو بالنسبة الديمقراطيين بمعنى أن كل إدارات التي ستتعاقب على حكم الولايات المتحدة الأمريكية من دونالد تراب مرور بإدارة بايدن كل إدارات ستتشبت بالاعتراف بمغربية الصحراء لأن فيه تتبيت لمعطى جيوسياسي جيوستراتيجي مهم بالنسبة الولايات المتحدة لذلك قلت على أن التفاق له مصلحة استراتيجية بالنسبة الولايات المتحدة الأمريكية على اعتبار أنه يرتبط بإعادة تموضع الولايات المتحدة على الصعيد الإقليمي وعلى الصعيد العالمي تعرفون على أن التواجد الأمريكي بإفريقيا جاء نتيجة خصوصا بعض هذا الطلب وأنا هنا أتذكر على أن فرنسا طلبت من الولايات المتحدة الأمريكية إبان عهد أوباما بالمساعدة على الحد من المد الصيني في المنطقة تعرفون على أن الصين دخلت باستثمارات كبرى دخلت بمشاريع كبرى وهي الآن دخلت بما يسمى بالمشروع الضخم المشروع العملاق المشروع الاستراتيجي الذي يتعلق بطريق الحرير لذلك فالولايات المتحدة من خلال الاعتراف بمغربية الصحراء من خلال تثبيت قوة المغرب على المستوى المنطقة ولا أعتقد أن هناك دولة أخرى لها نفس المقومات التي يمتلكها المغرب يشكل نقطة ارتكاز بالنسبة لولايات المتحدة لتثبيت وجودها على المستوى الإفريقي في إطار هذه المنافسة الشرسة الآن بين دول قوية دوليا وبين دول صاعدة بين الدول الصاعدة القرن العشرين كان قرن البترول قرن الواحد العشرين هو قرن الغاز وتعرفون على أن بعد روسيا وبعد إيران الذي يشكلين حليفين تعتبر منطقة البحر الأبيض المتوسط هي الطروة الثالثة على المستوى الغاز وحيث يطرح الآن على أنه البديل على المستوى المدى المتوسط بالنسبة للبترول لذلك فالولايات المتحدة فيما يتعلق بالتواجد في هذه المنطقة وخصوصاً على التكهول نعم أود طبعاً أن نتقدم أكثر في النقاش طبعاً لا يمكن أن نغفل نقطة مهمة تتعلق بهذا الاتفاق الثلاثي يتعلق بأهداف هذا الاتفاق الثلاثي المرتبط بتحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط طبعاً جلالة الملك دائماً كان يؤكد على مشروعية القضية الفلسطينية وأنه لن يتخلى عن دوره المعهود في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني في اعتقادك دكتور كيف كرس المغرب في اعتقادك من خلال هذا الاتفاق دوره ونهجه القائم على الوساطة الدولية في حل النزاعات المعقدة ينبغي القول على أن المغرب من موقعه الآن وهنا بطبيعة الحال دون الحديث على الدعاية المغردة خصوصاً لأعداء المغرب الذين يتحدثون من خلال أن هذا الاتفاق ما يسمى بالتطبيع وإن كان المغرب لا يتحدث أبداً على مصطلح التطبيع يمكن القول وينبغي القول على أن المغرب على أن المغرب منذ التوقيع 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 مع المغرب أو بعد توقيع كل التفاقات يعني التفاقات التي جاءت السنة الماضية مع الإمارات أو مع البحرين أو مع البحرين لنلاحظ على أن وطيرة ضم المستوطنات تقلصت بشكل كبير المغرب يمكن أن يستفيد من علاقاتهم المتميزة مع دولة إسرائيل يمكن أن يستفيد أعتذر عن المقاطعة الوقت داها ملاء الخبير في العلاقات الدولية الأستاذ الحسن قرطيت شكراً جزيلاً لك على كل هذه التوضيحات